أمام عدم رؤية واضحة حول المراحل المستقبلية لعملية السلام في مالي والتصريحات التي تعمق الفجوة بين الأطراف المعنية بها وتعقد إعادة إطلاق توافقية لمصار تنفيذ اتفاق السلام مكامن توجس وقلق تؤكد الوساطة الدولية برئاسة الجزائر فكل العناصر تلك تساهم بشكل لافت في عدم إحراز تقدم ملموس في عملية السلام الوساطة الدولية في مالي جددت في بيان لها عقب اجتماع افتراضي جمع أعضاءها تشديدها على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التنفيذ الجاد لاتفاق السلام من أجل تحقيق استقرار دائم في مالي والمنطقة برمتها في سياق متبعة ما تضمنه مصار الجزائر وإذا كانت المسئولية الأساسية تقع على عاتق الأطراف المالية في تنفيذ اتفاق السلام وفق الوساطة الدولية فإن عدم استفادتهم من الزخم الناجم عن الضورة الخامسة والأربعين للجنة متبعة الاتفاق المنعقدة في أكتوبر الماضي والتي أعلنت خلالها الحكومة المالية دمج 26 ألف مقاتل على مرحلتين يجعل من الأمر محل أسف خاصة وأن الانسداد في عملية السلام يأتي في سياق أمني معقد وصعب في مالي وباقي المنطقة يتسم بتضعف المخاوف من أعداد ضحايا العنف المدنيين وضع يفرض حسب الوساطة الدولية الإصراع في عقد اجتماع لاتخاذ قرار رفيع المستوى وإيجاد حلول بشأن القضايا الحاسمة على غرار نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل والإصلاحات السياسية والمؤسستية اللازمة للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام يأتي هذا في وقت لا يزال المجلس العسكري في مالي متمسكا بفترة انتقالية لمدة عامين قبل إجراء الانتخابات وهي المدة التي تقول بشأنها سلطات باماكو إنها لا يمكنها التقصير فيها إلا إذا تم التخلي أو تأجيل إجراءة معينة حتى النهاية ترجمة نانسي قنقر